يذرف بذرذ العشرة عوام الحر من الدموع ألما وحزنا على فقدان أبيه الذي قتل بعد شجار بسيط سببه قطع كهرباء المولد الأهلية على الجاني ما دفع الأخير برفقة عدد من الأفراد إلى إطلاق النار على شقيق صاحب المولداء ليرديه قتيلا أنا صاحب مولداء بملحق الروان اللي هو بالنجف الأشرف فهم الأشخاص المقابلين عدوا هم شركة منفذ مال كي كارت وصيرفة في نفس الوقت فخابرني ساعة 10 ونص الصباح قل لي دزلي ابنك خلنطيش تراك مال مولداء اللي كون هم العمال مطفين عليك هرباء يعني على موض 30 ألف أنت تطوره هتشي وتجيب لك 20 نفر تجي تهد على واحد أنا من خلال كاميرا شوفي السيارات عددين فطلعت أردق لي أخي دير بالك أنا ذول متعاركوا يوم ووصلت لي بطريقة لي هذول شنو السيارات قلت لي والله هذول يتعاركتوا يوم الصباح فهو ما عنده علم بيئك ومشاجرة اي فمن طلع تاني قل لي ذول شنو بعد ما كمل ذول شنو هم صار اطلاق نار يعني نزله من السيارات قبل صار اطلاق نار قبل فصار دور رمي كثيف أريد أسحب أخوي وغور رمي جواي ويروي ذو المجني عليه للتغيير تفاصيل هذه الحادثة وما خلفته من آثار نفسية والصحية عليهم متسائلين عن سلطة الدولة وهيبتها في ظل ما اسموه انتشار السلاح المنفلت لا سيما وأن قصصا متشابهة حدثت في النجف دون حلول أمنية لهذا الملف الخطير والحساس زين هذا اللي يطلع بسلاحه جاي بأربع سيارات ومحملين سلاحه جاي من منطقة إلى منطقة يقدم أمن أنه ماكو هنا دوريات ماكو هنا نقاط تفتيش ماكو هنا حساب ماكو أنه هذا اللي خالي سلاحه ياه بسيارته ويتنقل أربع سيارات بين سلاحه هذا الشي ما نعوفه أبد لأن هذا إذا ما تلاحقت الحكومة بإجراء سريع وكمشته راح تصير فاجعة لأن احنا ليل ونهار نبتشي لا نعرف لأن من نهارنا الله شاهد عليه غياب الرادع من القوانين والإجراءات الأمنية يسمح بمزيد من الجرائم والمآسي التي يقف خلفها السلاح المنفلت يراه متابعون بابا مفتوحا لتكرار مثل هذه القصص المؤلمة من النجف محمد رزاق التغيير